المزيد ضيفي من لندن ديار العمري الكاتب الصحفي سيد ديار هل تشهد الجولة الثانية نفس التصويت ونفس النتيجة تصدر بوريس جونسون برأيك؟ بالتأكيد هذا هو الوقت الملائم والمناسب لبوريس جونسون ليكون رئيسا للوزراء أي رئيس وزراء بريطانيا الجديد كل المؤشرات وكل الدلائل تدل على أن بوريس جونسون هو الشخص المناسب في الوقت ربما المناسب كما يعتبره البعض ليكون بديلا لتيريزا ماي هذا هو وقت الذي نمى فيه اليمين المتطرف والمتشددين تجاه بعض القضايا تجاه بعض الفئات الأخرى في المجتمع البريطاني لذلك بوريس جونسون هو الشخص الوحيد وربما الملائم أكثر في هذه الفترة التي يشهد فيها اليمين المتطرف نموا كبيرا وازدهارا كبيرا على الساحة البريطانية بالتأكيد لو لاحظنا زيارة بوريس جونسون ما هو حجم التأثير فيما يخص ملف الخروج البريكزيت هذه الشخصية الجدلية المثيرة للجدل في كثير من الأوساط البريطانية كيف سيتعامل معها الاتحاد الأوروبي برأيك؟ بوريس جونسون من المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بأي طريقة هو ربما سيحاول أن يفاوض إلى فترة ما لكن بعد ذلك سيتخذ قرارا وهذا القرار سيكون قرارا تاريخيا أن يخرج من الاتحاد الأوروبي بدون أدنى اتفاق وربما هذا هي العقدة الرئيسية التي سيواجهها سيكون عليه إقناع أعضائه من حزب المحافظين بقبول خطة البريكزيت إذ لم يقبلها الجميع سيؤدي ذلك إلى وجود انقسام داخل حزب المحافظين وهذا ما يخشاه البعض حتى أن ترازمي وربما وزير آخر سابق قال أن سياسات بوريس جونسون حاليا المعلنة حتى قبل أن يصل إلى منصب رئاسة الوزراء ستؤدي إلى حدوث انقسامات داخل حزب المحافظين لكن السؤال الأهم سهل سيكون بوريس جونسون قادرا على قيادة دفت بريطانيا في هذا الوقت إلى خارج الطوق الأوروبي المحكم هذا هو السؤال المهم سيدفع حزب المحافظين من أن يكون قادرا على أن يخرج بريطانيا إلى هذا المكان شكرا جزيلا سأكتفي بهذا القدر ديار العمري الكاتب والصحفي ضيف من لندن شكرا جزيلا سيد ديار على كل ما تفضت شكرا جزيلا سيدا ترجمة نانسي قنقر